بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا سلام يا حضرت النبي وإحنا قاعدين مبين يديك ونتعلم ونتنور ونذوق من حلاوة جوامع كلمك يا رسول الله إحنا النهاردة نتكلم على حديث أنا شايفه ركن من أركان العقل المسلم بس لما يتفهم صح لأنه ممكن يكون هذا الركن لو يتفهم بشكل ميل يهدد بناء الإسلام في قلب حد ولو يتفهم بشكل منحرف ممكن يخلي الإنسان لا يستطيع أن يحيا بهذا الدين برشد ويتوغل في هذا الدين ليس برفق ولكن يتوغل في هذا الدين بعنف والعزو الله أشكركم وكأنكم فهمتم هذا الحديث لأن هذا الحديث هو من أكثر الأحاديث الذي يستخدمه الناس استخداما سلبيا في حياتنا حديث النهاردة هو حديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمة يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمة ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا الحديث متفق عليه والحديث ده أنا دايماً بعنونه على أنه حديث الاتزان في التعامل مع الشريعة تعالوا ناخد الحديث من أوله كده الحديث بيقول إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن الحلال بين والحرام مبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيأسس لنا أساس مهم جداً في هذا الحديث إن الدين ليس مركزيته الحرام فدي أول حاجة تعالوا نقف بس شوية إن الدين ليس مركزيته الحرام ولكن مركزيته الاتزان يعني إيه مركزية الدين هذا الاتزان أنا عايز أقول لكم قاعدة بحب أقولها كده دايماً الباب الأوسع للإيمان العيش بالاتزان أنت عايز تبقى مؤمن خليك متزن لأنك إذا فقدت الاتزان أنت لن تستطيع أن ترى جمال الرحمن ولن تستطيع أن ترى مراد الرحمن لأن مراد الرحمن ده تحتاج إلى شخص متزن ففكرة إن الحلال بين والحرام بين فكرة قائمة بالأساس على مسألة أن الدين واضح يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا على الحلال بين والحرام بين هو لا يريد أن يقول لنا أن الأحكام الشرعية حلالها حلال وحرامها حرام هو عايز يقول لنا أن حلال هذا الدين واضح وأن حرام هذا الدين واضح ليه؟ عشان نعرف أن الدين لغموضة فيه يعني إيه الدين لغموضة فيه؟ عيني بقى في شيء مركزي لازم أفهمه للناس إن الحلال بين والحرام بين يعني يعني أن اختلاف العلماء لم يأتي من غموض الدين ولكن يأتي من خصائص هذا الدين خصائص هذا الدين أنه للعالمين إيه داموا؟ أنا كده مش فاهم مش أني أن الناس لتختلف لما الأشياء تكون غمضة لا الناس ممكن تختلف لما الأشياء تكون واسعة وهنا بنعرف إن القرآن بلسان عربي مبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الدين فالسنة تبيان ليه؟ في القرآن والتبيان ليس معناه أن ما بيّنته السنة كان غامضاً يعني أصدق إيه؟ أن الدين واضح ولذلك سيدنا الإمام الشفعي لما جيه وأسس كتابه الرسالة اللي بيعرض فيها كيف نفهم الكتاب والسنة اتكلم عن فكرة أساسية اسمها فكرة البيان ده حتى أهل النحو وأهل البلاغة لما عبد القارج جوجاني يتكلم يتكلم عن فكرة البيان إذن القرآن بيّن والسنة بيّنة يعني إيه القرآن بيّن والسنة بيّنة؟ وليس معنى البيان هو ماذا؟ ليس معنى البيان هو التقييد وليس معنى البيان الصرامة في التحديد لكن معنى البيان ماذا؟ الإيضاح بوسع ترجمة نانسي قنقر